نطمئنكم على استئناف الاهلي تدريباته استعدادا لمباراة حرص الحدود مساء الخميس مستر مارسو الكولر وصل بالامس قد التدريبات النهاردة كمان اللعيبة الدوليين انضموا زي ما انتوا شايفين الكل بدأ التدريبات البدنية بعد الاسبوع الراحة يمكن اللي اتمرم من الدوليين حمد فاتحي ومحمد الشناوي ومحمد عبد منعم على اساس ان التلاتة ما كانوش شاركوا في مباراة جنوب السودان الودي روي فيتوريا المدير الفن اداهم اجازة من بعد مباراة غينية في المغرب والنهاردة انتظم السلاسي في تدريبات الاهلي وبكرة يكتمل الدوليين وسبقهم علي معلول وخندوسي في التدريبات الامس وطبعا واضح جدا انه الراجل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده مارسي الكولر جاي بعد الاجازة كل الهدف ازاي تخرج اللعيبة من النشوة والفرحة ويستعيدوا ذهنية التركيز الشديدة لانه بطولة الدوري لم تحسن بعد وفيها تحديات صعبة انا ارجو الاوزان بتاعت اللعيبة اللي هي هتبقى المؤشر ما يكونش حصل فيها زيادات الفطرة اللي فاتت دي لان هي دي اصعب حاجة تقدر تتغلب عليها عشان ترجع لكم اللي يقطع لان كنتم بتاخد خمس ست يام اجازة سهل في خلال اربع خمس يام تسترداد لكن الوزن هو اللي بيبقى العدو الاول لليقل البدني دي حاجة الحاجة التانية كويس ان حصل الاجازة دي عشان على رأيك النشوة تهدى ونبتدى نخش فيه اجواء التركيز للأهداف القادمة لان يا استاذ ابراهيم انت بقيلك عشر ماتشات واقرب منافسيك بقيله اربع ماتشات وسبقك ببنطين هنفترض ان حيفوز بالاربع ماتشات بما فيهم ماتشك لقدر الله يعني فحيوصل 76 نقط انا انا عايز اقول ايه عشان ان انا التحدي ان انا اول خمس ماتشات عندي اصبحه شديد الاهمية بخمستاشر بنت باتنين وستين يبقى 77 لكن مقدرش اقول كده اول خمس ماتشات انا عايز على الاقل اول ثلاث ماتشات يعني انا عندي ماتش مع حرص الحدود اكسبه ده مهم جدا وبدأ بعد جدا علشان استرد القمة عشان استرد القمة مهم جدا وده اول مباراة بعد توقف ونشوة ودايما انا بخاف من اول مباراة بعد مثل هذه الاجواء حرص الحدود يعني يصادفه صحوة بقاله 73 ويحقق نتائج طيبة فاحنا علينا ان نحضر وعنده لعيبة كويسة ومازالت احلام قائمة سيبك من الكلام اللي بيقوله اي حد تاني ان من ويعه من لا حتى لو فرص بقاءه تلاشت لكنه اللعب بدون ضغوط في حد ذاته صعب وقدام الاهل وفي الاخر بتعمل مباراة فيها نتائج معنوية كثيرة جدا يعني فانا ارجو ان ينتبه الاهل وهو قطعا منتبهين لهذا ارجو ان احنا المباراة دي بالذات نقدر نتجوزها يوم الخميس القادم بإذن الله عشان تلتفت الى القادم بشيء من لا رحية بقى يعني ان شاء الله